السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على فضل الصلاة تم تسليم الرحمة والمغفرة لمحمود عبدالعزيز ربنا نرحم وغفر ليه محمود الوطني أول حاجة يا جماعة دون الشير عشان البلاغات يا جماعة بنذكر الشير البلاغات أول حاجة دايره بالشرك أول حاجة دايره بالشرك بالفيديو الطال عمس بتاع الجنجويد الجنجويد دا أول حاجة خليه اثبات ودليل على انه حمدت ميت لا لا تخليه بعيد هو اثبات وهي حاجة ودليل الشير يا جماعة قدر ما تقدر تدينه شير دا يثبات ودليل على انه ميت دا خليه دي منتهية لكن الحاجة التانية الحاجة التانية انه الناس ذيل افلسوا الناس ذيل افلسوا حقيقة افلسوا التفكير حقهم بيقى سطحي منتهى السطحية يعني التفكير حقهم ذاتهم بيقى سطحي كونه حنانهم فار تطلع تقول لك الفيديو دا حقيقي دا منتهى السطحية دا الانهيار التام لكن الغرض القرض في فرق بين انه نحن بنقرأ انه الفيديو دا شنو وفي فرق بين الغرض الهون نشره عشانه ما فيه غرض الفيديو دا ما طلعوا ساي هون عارفين انه قديم وعارفين انه مات وعارفين اي حاجة لكن اللي يطلعون دا هنا السؤال نحن بالنسبة لنا بنغيم انه دا سطحية منهم وعدم فهم اثنين اتضح بما لا يدعى مجال الشكل انه حمدت دنيا زائلة وزائل كضبة وزائل طلاصة مع انه دا متأكدين منه وباصمين عليه من زمان وان رك حمدت دا مات مات لو جاولك مات 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 يعني قلصتها دا مساير بتاعتها البلال دي قصة من من زاكرة تدفي ليلى وليلة دي كضبة دي سيمة كضبة حتقعد ليه وليه ومدين التغريدة حقه حتقعد ليه ومدين الكضبة بتاعت ادم الساير دي دي اشهر كضبة في التاريخ بتاعت ادم الساير اشهر كضبة لكن ليه حافظ صغير اسمه حافظ كبير لا دا حافظ صغير حافظ صغير ليه طلع الفيديو نا ليه الآن طلع الفيديو دا زمانك بطلع لون يوسف عزة بيبدح ليهم ويوسف عزة صلطه بمسيلم الكذاب لو رجعنا لجزوره بتلقى جده العاشر مسيلمة طوالة ممكن يبدح في الكذب ممكن يجمل الكذب ممكن يعمل يعني يخليك بين شاكي ومشاكي لكن يوسف صغير ذا زول افلج ابلج لا يملك حاجة زول كباب زول منافق غرزقي زول ينجويدي خذر لا شرف ولا اخلاق ولا وطنية ولا رجالة عشان كده السطحية عنوانه فكر ودبر انه الان الناس يا جماعة ان نكلمك اديك بصراحة الحواضب كلها رافضة الجند الناس كلهم رافضين بعد شافوه في الفاشر والدقبت على المشتركة والشايفين نداء ما في حاضنة الارتست تمشي معهم كلهم شتتهم حتى ناس الجوفاني شتتهم مش الجنينة فهون دائرين اضطمانينة للناس اللي بتقرأ اللي بتكتب اهلوا الجهلة انه حمدتي الان مسيطر على الخرطوم انه حمدتي ديلك طبعا لو بعرفوا ميديا فيديو بيرسلوا لهم بخدتوا لهم بعد شيء بقول لك ايو الله يمسيطرين يلاكم اركبوا يلاكم اركباكم يلاكم نمشي الخرطوم حمدتي مسيطر على الخرطوم اطمعنا للناس الجهلة المعاونة في الميدان اطمعنا للناس الجهلة في الميدان اللي بغشوهم بيطلصوا يقولون نحن سيطرين على 72 ومحتلين 72 من السودان بيطمنوا فيهم الرسالة دي للقطيع حقهم للناس الجاهلة اللي لا فهموا حاجة الناس اللي السخة انه حمدتي قاعد الغشين عليها الناس اللي بيطالب انه حمدتي صار اللي بيقولون البرهان هذا هو طالع وبيجي هنا وبيطلع هنا وبيمشي الدفاعات وبيطلع من هنا وإحنا شايفين انه حمدتي وين فكروا ذبروا وكان النتيجة السطحية والتفاهة والقزارة بتاعة هذا المنحطة اللي اسمه حافظ صغير حافظ بعرة نسميك حافظ بعرة كبير مين كبير الله كبير الله شفت الكبر انتم الناس كلهم ناكسين فطلعوا التسجيل ده اللي اطمئناهم بتاع الناس زعلانة كثيرين منهم الناس القاعدين وخاصة في المصفى الناس الأوائل عندهم الناس في المصفى من الناس الأوائل أهلهم قاعدين للآن والمصبرهم حمدتي ودلك طبعا معزولين من الدنيا وما عارفين الحاصل شنو يقول لهم دي إعلام الفلول بيكضب إعلام الفلول بيسوي ويقوم يتزلون يكضبون لهم عشان كده الفيديو اللي مصدى دلالة تام على أنه الجنجويد انهاره على أنه الآن في انهيار في الميدان الانسحوبات اللي حصلت والناس اللي انسحبت والناس المشت والناس الرجعت قولوا الناس دي خلاص في انهيار تام اللي حيسبتهم فيديو ولو طلح يمدتي من تحت الغبور قام من تحت الوطى ويتكلم ما بيقعده ما بيقعده ودي الحقيقة ليه؟ لأنه الحارف دي ما بتنتهي ما بتنتهي في الخرطوم الحارف دي نهاية اللي بيقول لك بتنتهي في الخرطوم ولا تنتهي في سنجة وسنار والله يكضب الحارف دي ما هنا الحارف لسا ما بدت الناس الدائرة تعرف وغسما بالله العلي العظيم الحارف ما بدت قدامك ده كله ده كله حرامي وشاف شاف الحارف هناك بتنتهي في الضعين الحارف نهايته في الضعين في الجنينة في نيالة في زالنجة ودي الحقيقة الهون عارفيننا والآن بيجمعوا ليه وبحشدوا ليه الآن بيجندوا عشان المعركة الفاصلة الهناك ما الهناك لأنه عارفين أنه في ناس ما بخلوهم ما بخلوهم عندهم تار ماضيهم وزخ ماضيهم قزر ماضيهم دموي عشان كده عندهم معركة فاصلة منتظراهم من شاء من شاء أبا من أبا عندهم معركة كبيرة جدا 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 نهاية الجنجويد ستكون في الضعين ستكون في الجنينة ستكون في نيالة وذي الكلامة تعرفوا عن انتصارك ذا ما هنا حتى ستطردون وسنمسك مدني وسنمسك الخرطوم كله وسنمسك أي منطقة دخلوا لكن المهاية حقتهم ما من هنا نهايته ما من هنا وزي ما قال لك ناس يا سر العطة وده حقيقة الكلام اللي بيقوله لأنه الناس عارفه كلام اللي بيقوله يا سر العطة ده وأنه النهاية بتحت الحرب دي وحيرسوا اعلنوا الانتصار من الجنينة ما كلام سايب تعونا سايب لا أي زول مفروض يكون عارف أنه اعلان الانتصار ما بيتحرر الخرطوم ولا الجزيرة ولا سينار ولا ولا حوال انساء الانتصار الحقيقي حيكون الاعلام من الجنينة لما نجيش اعلن من الجنينة الانتصار والانتصار التام على الجنينة عشان كده الان بيطمنوا في ناسهم بيزرعوا في الطمانينة وأنه حمدتي قاعد في الخرطوم ما رجع وأنه كده وأنه كده وأنه كده وأنه كده ما عنده ناس كتيرين عارفين انه دنيا زائلة ناس كتيرة عارفين انه دنيا زائلة عشان كده انا بقول تلك من امس الفيديو ده بعد ما شفته قلت لك مبروه لانه الفيديو ده كان اول يوم ومعروفين قدام شركة تارك وشفنا اللانوار وشفنا الشارع ومشوف الشارع الان كيف عندنا ناس هناك عندنا فدايين بيمشوا هناك وعارفين الشوارع قبل ما نزلوا قبل ما نقول صاح قالوا الان الشوارع دي بقيت كيف كيف المناطق دي ذاته كانت انتهت الان ما في كلام زيدان الان الشوارع دي كلها دم يعني الشغل العمله ده دلال على انه نازل انتهوا الان الزيل كيملوا الان الزيل لا خلاص بعد كده يا جماعة ادعم وبشير ادعم وبشير لان الصفحة لا بلاء اتشيرك اللي بيسميت الصفحة عشان كده انا قلت لك انتصرنا وانتصرنا وانتصرنا وبإذن الله تعالى معركتنا الفاصلة في الجنين وفي الضعين وفي نيال وفي زالين جاء سودان بدون جنجاوين سودان بدون عربشتات سودان بدون اولاد الضيفان سودان بدون النجاسة والعمل والقحاطة سودان بدون كلاب السفارات ودي الحقيقة شعب السوداني واعي اكتر من اللازمة الان واعي واعي كبير جدا جدا احنا انتصرنا انتصرنا لا يغرك سنجا ولا الدندر ولا غيره ده كله بتجيه ضربة واحدة بتجيه في كل ايام انا قلت لك في كل ايام ما بتاخد زمن القصة الان ما قصة جندين ما قادر ولا ما عندنا عندنا والسلع عندنا والزخيرة عندنا والجيش عندنا والعتاد عندنا بس يفكوا اللجام فكوا اللجام الموضوع انتهى شفت فكوا اللجام معناتها الدنيا زائلة معناتها خلاص القصة انتهت ما دائرة حاجة باقي لنا منطقة في جبل موين محاصرة من كل الاتجاهات يهني للبيضة التماسيح بيهناك وبيهين كل المناطق ورسالة تطمينية اللي يهن في سيناس والناس السوكي البلد بالف خير والناس عايشين ومفصوطين وأمني وأمان وناس كثيرة رجعت بالمراكب بمنطقة السالمة ناس كثيرة رجعوا والمراكب شغالة والدنيا حلوة والبلد تمام ما في اي حاجة ارجع بيتك وارجع امسك بيتك ما دارين نظل يتهجج ماذا فjan مش ازول يходит لم يهتم جاب't لا توجد يومك ما جاء يومك ما جاء song من بيتك شرق سنار في امان شرق سنار كل امان شرق سنار كلها امان وكلها جيش شرق سنار كلها امان وكلها جيش ما في اي حاجة ارجع بيتك ارجع سكنك ارجع ارضك احمي بيتك ارجع ما في حاجة والله العظيم ما في اي حاجة الوضع تماما اللي مور طيبة يعني ما في حاجة دي الرسالة بتاعتنا السنار ذاته الليلة دونت كل الكلام ده وفي ناس رجعت وشافت وفي ناس رجعت جبل موية وفي ناس رجعت المناطق دي لقيت تمام ما في أي حاجة أرجعوا أحموا بيوتكم أحموا أراضيكم أحموا حاجاتكم دحقكم تخلوا لي منهم للملاقي الدين أرجعوا ما في حاجة أرجع بيتك طوالي ما في أي حاجة بالنسبة ليه الكلام اللي بتقال عن والي كسلة عن والي سناد في كلامه من سدقال والي سنار مشه والي سنار ليم إيش والي سنار ليم إيش أنا أديك التفصيل واسمع مني اليوم الحصل لكلام ده في حاجات بتترتب على الكلام ده اللي هي حاجات تومينية وحاجات ومصاريف وبروش وحاجات تشوين الوالي طلب منه طلب من الغيادة تحت المنطقة العسكرية ومعه اللبيب طلب منه طلب أنه يمشي للحطة الفلانية عشان يكون يجهز لهم يعمل لهم غرفة ويبعث لهم الحاجات لهم دائرين ومحتاجين وده الحصل وده الحصل بالتفصيل يعني ما تسمح كلام الناس يبدوك هنا ما تلقى حاجة تمشي بس دائرين شنو فتنة فتنة دائرين فيه يفتنوا 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 لا لا ما في حاجة الوالي بتاع سنار كهو اللجنة مزئولة من الميدان فيه استخبارات فيه مدير دائري فيه جهاز ابني فيه الشرطة فيه غوات مسلحة فيها كل حاجة دي مزئولة من الميدان والشغل العسكري هو وظيفته شنو الوالي إداريا يجهز الحاجات النواقص يجهز المواد التومينية يجهز الحاجات الاحتياجات وقاعد شغال عامل لغرفة وشغال فيها ومجهز برسل كل حاجة والوضع ممتاز ما فيه أي مشكلة ولا فيه أي حاجة سنار آمنة المواد بتاعها التومينية متوفرة الحياة ماشية السوق فاتح البلد تمام الوضع ممتاز ترجح طوال تقعد ما فيه أي حاجة عشان ما تسمع الناس بيخدعوا فيه ومشوا وشغال لا ما ما شرط الوالي عمل الصاح لأنه المعركة دي ما معركة الوالي على أخطوش نهو الوالي ضابط في الجيش الوالي ضابط في الجيش الوالي هل بخطة الخطة الأمنية لا فيه جيش وفيه لجنة أمنية وفيه لجنة كونه ووظيفة الوالي شنو إدارية يجهز الحاجات الدائرين ووجوده برا أفيد ليوم وجوده جوا في سنة دا الكلام الحاصل انت دائرين يكون موجود ليه الوالي عشان يعمل شنو الوالي الوالي طالما يوفر الحاجات وبرسل التشوين وبرسل كل حاجة وجوده لشنو يعني عشان يكون قاعد في الدفاعات لما دائرين نحن دائرين نوفر لهم حاجاته دائرين كده دائرين كده يكون شغال يجمع يلملم يسوي دائرينه كده وهم عارفين الكلام ده والآن مورهم صابطة ومورهم باصطة ودفاعاتهم مؤمنة وأولادهم قاعدين ومناطقهم مؤمنة والوضع ومشي اللي قدام ومشي اللي قدام عشان الناس ما تصطاد في المياه العاكرة نمشي لكلام الغايد الهمام فارسة دميرة المدمر الدنيا كلها ياسر العطا كاسحة للغام قسم بالله كاسحة للغام ياسر الكلام ده كله خاللي أنا دار أقف لك في حتة محددة احتمال أنت قريت أم لا قريت لكن دائما مبلغ الحاجة البر الكلام قالوا دائما تقول لك شو سمحت لكن في حاجة أنت ما سمحت مش ما سمحت هيت سمحت لكن ما ركزت فيها قال لك الشيطان كبير وبدأ يقصقص ما فيه ناس سألو قال لك الفترة الفاتت ما لك ما بتتكلم فيه فيه ناس كده كانوا بطلعوا كلام زي دا أنه الزول دا كده والزول دا كده هنا رسالة للناس دي قال لي هي قال لي هم الناس الشيطان يده كبيرة هو دار يقول يده طويل فيه ناس قريبين كانوا بيقصقص الكلام اللي بيقوله اللساء بتحت الأمارات ما بطلعوا وبيطلعوا الكلام الدغري وبيخلوا اللساء دي ما بنشر ودي كانت مزعيلة جدا 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 وفيه واحد شاتوا من مكتبه ودي الحقيقة فهو موقف واضح ما تغير ولا تراجع ولا يؤمن اللي يمح يحتزر وبالعكس احتمال زي الزيادة والليل اللهجة والكلام اللي قالوا ده ده كلام قوي جدا ده مش كلام بصريحة العبارة ده كلام مترجم ده مترجم باللغة العربية الفصحة ده مترجم من اللهجة السودانية الى اللغة العربية الفصحة ده لو خطيته كده في ميزان الإنجليزي بترجم طوالي في ميزان الفرنسي بترجم طوالي في الأزبان بالترجم بدون أنك تستعمل بدون أن يعمل جاهز سمى الإمور بمسمياتها بدون حزيف بدون حزيف قال للشيطان شيطان وسمىه باسمه وقال لك أنا قاعد أتكلم هذا الكلام طوالي لكن في الشيطان يده طويلة حوالينا قصده يده طويلة حوالينا فعلا في طابور طابعي للدولة في الحكومة لو قلنا لك في الجيش ما في نكون كالضابيين لو قلنا لك في الجيش ما في طابور أنا أكون كالضابيين دي الحقيقة ويا ريت هو الحمد لله أنه عارف الكلام ده يا سرحة وعارف حوالينه وعارف وبجد موجودين كثيرين الناس الرخيصة الناس المعندها شرف الناس المعندها دين الناس المعندها وطنية الناس المعندها أخلاق كثيرين عشان كده هو رسل لك رسالة قال لك أنا الفتر الفاتر قاعد يتكلم نفس كلامي وقاعد يقول شيطان العرب الصيوني قاعد لك عديد كده قاعد يقول قاعد لك لكن بيقصقصوه بيجيبه من الوسط بيجيبه من النص دين المعاون كلام دا منتهي ودين الحاجة الرسالة مفروض يعرف المرهان ويعرف الناس الفوق وباشي ويعرفوا أنه الشعب السوداني ما بتغشى وما بتخدع عندكم غرارات دارين تطردوا السفير بتطردوا ما دارين تطردوا بنطردوا نحن وبنتطردكم معاون قسما بالله العظيم أنا كمواطن سوداني دائر لي جيش يكون غايد وزي ياسر عطلة ما دائر حاجة تانية أكذب عليك أقول لك أنا أنا أنافغ أقعد أجامل أجامل والله العظيم أنا كمواطن سوداني دائر جيش يكون غايد وياسر عطلة لأنه الكلام اللي بيطلع من ياسر العطلة بيطلع بيخش للجندي طوالي بيخش طوالي للجندي جندي لما نحس به غيادته قوية بيكون قلبه قوية جندي لما نحس به نماري فوق كل الجنود بيبقوا كله ونماري الجنود مع معنويات العسكرية معنويات والسباب دازات بيجيبوه من وين ما بيجيبوه من الغايد لما ننقو في الأكلك بيجيبوه السباب ضعيف لكن لما نسمع كلام زي كلام العطلة والله يخش النار يخش النار دوري حفاية وخش النار يخش النار تنقش 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 لازم تكون كده مفروض الكلام اللي بيقوله العطلة يقوله البرهان بالفم المليان ليه لأنه هذا صح أنت بتدزز عشان شنون عشان تصلي شنون إنت دائر تكسب شعبك ولا دائر تكسب الشيطان دائر تكسب الشيطان بتفقد الشعب دائر تكسب الشعب لازم تفقد الشيطان حقك ما نحن والشيطان ما بنعيش سوى ونحن والشيطان ما بتجمعنا تاني دولة واحدة ولا بندي خمسة بمترين في مترين يعمل له سفارة السفارة اللي بي ندالي إن شاء الله نعملها بيت نميل ما ندالي أرض سودانية يقعد فيها الوسخ دا ما بي ندالي ما بي ندالي عشان كده الخطاب بتعيسر العطة وكلام يا سر العطة بيمثل أي سوداني وبيمثل أي جندي وبيمثل أي ضابط أي ضابط في الجيش السوداني وأي جندي وأي فدائي شاف كلام يا سر العطة دا الليلة بيكون سد الليلة بيكون سد لو مست شوية عنده زر بتاعتناي الليلة بتلقا سد ليه لأنه دا الجيش دا الجيش أصلا ما داير تحانيس داير كلام سيدا وليناي بيقولوا دود 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 لا فيه دبلوماسية لا فيه سياسة ولا فيه لفو دوران فيه كلام دو غري عسكرية عسكرية ياسر كسب قلوب الشعب السوداني العطة كسب قلوب الشعب السوداني وأنا دي بفتكر أعظم مكسب في الحرد دي بالنسبة لضباط الشرفة وللجنود حب الشعب السوداني دا أهم من الملايين وهم من المليارات وهم من يشكرون بره والله يطلصوا عليهم لأن الجند لما إنحلف غسم حلف ceiling الحمى الشعب السوداني وفي النهاية دا تيررض الشعب السوداني لما يلقى التفاف من الشعب السوداني ويلقى وقفة من الشعب السوداني معناته كسل لكن البطلع من الحرب دي وشعبه ما رضيان منه وغسم بالله ده الخسران البطلع من الحرب دي وما في زول بيقبله والله ده الخسران عشان كده رسالة أصر العطا واضحة لا هدنة قال قبلها بيوم ولا تفاوض ولا أي حاجة وتاني يكمل لك قال لك نحن عارفين العلة وين وديل العلة وديل مشكلة وديل خلاه مواضح مفروضة الآن الدولة السودانية تتخذ جراءات واحد مين ثلاثة أربعة نمش لحاجة مهمة برضو في واحد اسمه حليم تاج السير احنا نسميه حليمة تاج السير نقول ليه من الليلة حليمة تاج السير اسمه حليم تاج السير نحن ضبحنا ليه فرخة وسمينا حليمة حليمة تاج السير عمل ليه حفلة في دولة الشر وياردت لو فنانه علاق عبارة عن علاق عبارة عن قريد بينطط قريد بينطط أنا ما بعيب عليه بنسبة مية في مية بعيب على زولة الشائلة الصورة بتاعت الشهيد عثمان وبيمش منطقة زي دي عشان يقدم فيها هيتما عشي لك حفلة والحفلة في الدولة وشائلة الصورة دي دائرهم ديلة عملوا لك شنو الصدفوه دائرهم نرفعوه أكيد دا حيتصرفوا بعكي دا ليه لأنه دا العلاق هون عاملين الحفلة دي عشان له الناس من الحريب وعشان الراية العام وعشان الشعب السودان يكون معارف وعشان حاجات كثيرة الناس الزي ديل بيقاطعوه ما بيمشي لهم التسكير اللي بتقطعها دي خسارة فيه درهم واحد درهم واحد في العلاق أبو سلسل دا الكلب دا أخصم بالله خسارة فيه الكلب أبو سلسل دا أخصم بالله دولار واحد خسارة فيه انت خسران عشان تمشي تدعو عثمان الشهيد عثمان دا بيه وبيابو وبيجده دا أرجل منه ومن أبوه جابه دا أرجل منه ومن أبوه جابه لأنه أبو جاب ليه كلب جاب لذول ما راجل ديوس عمره ما يكون راجل يعني حيعمل لك شنو زيدا انت ماشي تخشها لمحلات زيلي أنا زيدا ما بخشها لحفلة وانتو زادكم مفروض بعد ما عمل كده مفروض تركبوا عكاس ولا تركبوا كرسي ولا تركبوا أي حاجة من قدامك لكن ما عملتوا حاجة زول منحظ زيدا غزر زيدا يشيل بتاعت الشهيد الشهيد دا أشرف من أبوك وأشرف من أمك أجابتك الشهيد دا أشرف من أبوك وأشرف من أمك أجابتك يا ابن الحرام الشهيد دا قسما بالله ضفره بيك انت وبأبوك لو عندك أبو يا ابن الحرام لكن قسما بالله العظيم الرمية الرميتة دي إلا تترميه انت يوم ما واتذكر الكلام دا يأكل اتذكر الكلام دا يأكل اتذكر الكلام دا بتفنو عليك قسما بالله العظيم بتفنو عليك يوم ما وحتلقاها وحتتدقها وغسما بالله أي منطقة تمشيها إلا تقعد بس تخدم الشيطان عندك هناك لكن أي منطقة تمشيها والله حتتركب وحتتدق يا وسخ يا ما عندك شرف يا ما راجل حليمة فعلا انت حليمة وحليمة احتمال الرجل منك والله العظيم حليمة واحتمال الرجل منك لكن ما في الراجل بعمل الحاجة العملتها فعمل نفسك فنان يا قبي يا بليد مهما كنت ديوس ومهما كنت طيرة ومهما كنت عفد مستحيل تعمل العملية العملتها انت لكن لأنك وسخ لأنك وسخ تربية بارات عشان كده يتصرف من العفن الزيق ممكن يطلح لكن السودان ده ما خلاص ما هي الحمد لله نحن مندفع تمن لي عشان أمسالك وأمسال أبوكم يشوفهم في السودان عشان أمسالك وأمسال الوسخ تربية البارات ما أنا يقوم فيه وطننا وطننا الدرّة شنو غير تربية البارات الدرّة شنو غير الناس زيك الوسخة ما في زعيدة ديولة الدرّة البلد والحارد ديجاد دفعنا تمن والحاجة العملتها والحمد لله أنك عملتها عشان تاني السودان يبقى ليكنا يرجحن يعني تفتكر يوم من الليان بتخش جوة السودان ده والله إن جاء أبوك ما تخش السودان ده قسما بالله العظيم شفت أبوك ما تخش السودان ده تاني أقعد هناك اشتغل كلب اشتغل ديوس اشتغل هناك أعمل أي حاجة لكن السودان ده حرّي معليك بالنسبة لك ما فارق حاجة يوم من الليان بفريك يوم من الليان حتبكي يوم من الليان حتقعد تبكي حتبكي يتذكر الكلام ده حتقعد تبكي تقال دي دايما ليه؟ دي مصلحة الدولة القاعدين فيها دي مصلحة يوم تضطرد سفارته ويوم نقفل عليه ويوم جوازنا يكون فيه صالح لجميع الدول عدى إسرائيل والأمارات انت بتعرف نطردوك ولا ما بتطردوك لو ما تكتب فيه جوازنا كده إلا نكون إحنا شعب مرجان لو ما جوازنا اتكتب فيه عدى إسرائيل والأمارات نكون مرجان دي الحقيقة لو ما جوازنا كده اتدق فيه عدى إسرائيل والأمارات والله يمنكون الرجال والله إن كاتل اليوم الدين شفت الجواز السوداني اللي يتكتب فيه الدولتين ديال الدولتين ديال يتكتبوا في الجواز السوداني عدى إسرائيل والأمارات لأنهم عملتين في حاجة واحدة اختلفت اللسامة لكن نفس المنحج ونفس الفكر ونفس الأجلسة يوم من الليام حيطردوكم يوم من الليام حيطردوكم وحيرموكم في الشوارع تطبلوا ما تطبلوا ترقدوا ليهم تدلكوا ليهم حيطردوكم من البلد لأنه ما أوينكم إلا لبلدكم ولخير بلدكم لما نلقوا ما في فائدة والشعب ما دائر والبلد ما في صارة وحاط الله يطردوكم حتمشوا وين اللي يقبلكم منهم من الدائل اللي عميل من الدائل اللي وسخ ما في ما في زوداء اللي عميل ولا في زوداء اللي وسخ القصة منتهية والقصة منتهية والقصة منتهية دي احنا كسبنا وطننا وكسبنا دولتنا السودانية كسبناها وخصم بالله مهما كان التمن ومهما كانت التكلفة كونك ما تلقى لك نجاسة زي ديل احنا كسبانين احنا كسبانين التمنغالي لكن كسبنا وطن الوطن ده ما بجيبه وفي ناس دفعت مليون دون دي رواندا مليون مليون من الشعب ديل دونية زائلة في رواندا وفي النهاية حتين كسبت دول كتيرة جنوب افريقيا الصومال دي كسبت الناس اللي الآن شغالة اللي الآن عشر سنة اتنشر سنة شغالين وليسا نحن الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله مهما كانت التكلفة والحمد لله حنكسب وطن حنكسب وطن خالي عملة خالي ريمم خالي خنايت خالي كلاف صفارات خالي مرتشين خالي قوادين خالي ديائي اي حاجة سيئة ما دارينا في سودان قصة منتهية ما قفل اليهنا طلع للا خبر برضو أنا بشوفه تأخر أنه حنانه بنخر مشت في يوغندا تطلع جواز قال لا يتي محظورة من الجواز وده الصح كيف تتدي لك واحده ضد الجيش وتدعم الجنجوي جواز كل ما برم ما حنانه بنخر برا كل القحاحيط كلهم بمهديهم بميرغانيهم كلهم ريمم دي لجزول بدعم الكلاب دي ما عنده جواز سوداني علاقته شنوب هو زواقف ضد الدولة السودانية تطلع جواز ممنوعين رسمي شعري يمشوا لون دولة تدون جواز يمشوا شوفوا لون دولة تدون جواز يشوفوا دولة يحترموها تدون جواز لكن السوداني الجواز السوداني ما يدون لهم بتدباقي قالت بي بي حاربوا فيني حاربوا فيك شنو انتي قلت موقعك شنو من اللي عراف اقعد في يوغندا دي افتحي لك بيت وهناي غرفة بتاعت هنا واشتغلي حاتي وظيفتي اشتغلي لدقتي مصاريفي مالك ما السودان ومالك ما الابو امها لك قلت ما بتشبهينا ولا مننا قلت ما عندك علاقة بهنا قلت خلاص قلت رسوب عام اخلاق شرف دي اي حاجة ايتي عبارة عن بوابة عبدالغيو اقعد في يوغندا اجري لك هناي بيجوك نص شاسر عرمان وصلاح منع ولكت المصاريفي لكن سودان دا حر حقنا فلول حقنا 56 حقنا كيزان حقنا قصبا عن ابوه قصبا عن اي صعلوك قصبا عن اي رمة خنيتة ما عنده شرار قصبا عن اي قحاطي بن حرام دا سودان كده بس رجالة ندي الجنسية للبندالة وندي الجواز للبندالة والمدارين ما مندي كده بس عجبكم عجبكم ما عجبكم اشربوا من البحر بنقول لكم ما مبتعت القحاطي حقكم داك هجانة تايبا لست عقاعد في اسيوبي وعمل نفسه ما قال لحاجة زماني لما قال لما قال احنا بقين يقولون لانا قحاطة ليه بقولوا لانا قحاطة احنا قحاطة احنا ما زيوه احنا بنقول اليكم عايد من ممكن وتمكين والدولة الان حاجة زيوه تتمكن الدولة كلها ضدكم والعجب وعجب ولمعجب وندخلوا غرفة الاشباح تضحشل لسيخة تطلع في لسانه برها ودي الحقيقة ولا في ذول بيقول يحليكم ولا في ذول بيقول والله قسيت ولا في ذول ولم نتكلم لانا شفنا بعيننا اخر الانفلات واخر عدم وجود الام وغرفة الاشباح شفنا الصعاليك بيقيت عندهم كلمة وشفنا الرمن بيقوا ناس وشفنا الوسع بيقيتكلم شرف عشان كده بنقول اليكم ما في خلاص زمن الفوضى انتهى زمن اللفة الدوران انتهى البلد دي ما دمرتوها يلا انتو ومعه الزيتون يلا انتو لان احنا ماشيين ننتصر وماشيين بيطلع نقود على دي النقود بتكلم بيقول ليك الدعم السريع انتصر ده على دي النقود وماسك كده ووديش ما عنده حاجة غير ثلاثة ولاية انا ما بستغرب في كلامه وكيد حيقول كده ما هجن جويدي انا حيقول شانو كان بصرف علي حميتي لكن انا بستغرب في الضابط اطلع على دي النقود دامنه الضابط الامر بانه على دي النقود في كو ده مفروض يشنك وانتصاصه في راسه لازم الضابط اطلع على دي النقود ده يتعارف منه الضابط الامر بانه على دي النقود اطلع مفروض يطلع في راس ابو في راس ابو طلع طواله لانه ده زول وسيخ ده زول قزر ده زول تافي ده زول جنجويدي ذاته بيطلع على دي النقود والبيطلع شريف الضابط اطلع شريف الحمدابي واطلع على دي النقود دام نودا احنا دارين نعرفه احنا مشكلتنا مع الضابط دام وغسما بالله العظيم نباريها عسكري عسكري لما نصل للضابط اجي طل على الدين نودا الضابط الخاين القحاط الخزر اطل على الدين نودا منه الضابط الخزر اطل على الدين نودا منه لازم نعرفه قسما بالله لازم نعرفه لازم نعرفه لانه ما طلع برا نحن عارفين المعلومة المعلومة عارفيننا قبضوا بالسابتة وقبضوا رافع تغارير مزورة وقبضوه داعم للجنجاويد والله بتبحقه مليان بلاوي وبرضه الضابط جفكه نحن دارين نعرف الضابط الجفك دمه والله العظيم ما عندنا الرحمة لزول ولا في زول أكبر من الغانون ولا في زول البلد حقته ولا في زول البلد مشتريها الضابط الفك على الدين دا دا يجب أن يحاكم الضابط اللي قال للناس فكوا على الدين دا دا يجب ياخد طلق فراسه لأنه زول خاين لأنه زول خان الشهد خاننا سيوب وخاننا عثمان وخاننا سياسر وخاننا سلغمان وخان الشهد كلهم الضابط دا يجب ان دو طلق فراسه عشان كده ما في حاجة يسي من الناس احنا وعيين وعارفين الضابط الأمر بأنه نقود دا يطلع الضابط دا خاين حاجة أخيرة عشان الناس تطمئين يا جماعة الحرب انتهت وغسما بالله العظيم انتهت وانا زي ما بقولك اي كلمة هنا حاسبني باي وما الغيامة لا قيمي الحرب انتهت المشكلة الآن ما سلاح وللمشكلة عربات وللمشكلة عدد وللمشكلة عندنا مستنفرين ما شاء الله عندنا جيش ولا ضرب ولا طلقة المشكلة غرار الغرار ممسوك في حدة انا عارف تفصيلة تفصيلة لكن انا بشرك في ضباط اللي يمات دي قايمين وصلت لابعد ما تتخيلوا احتمال لو ما فك الهناي وغسما بالله يتفكوا بيطلعوا برام وهو ذاته بجيبوا والكلام ده حقيقة بيقى ما لفوا لده وران لانه الشغلة ما بيقى شي طبيعي الشغلة بيقى الآن بدهم ساحة للجنجويد على اساس انه يجوا 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 حتى انه فيكوا الغرار ليه؟ عشان هم اطلوب منه انه يأجل المعارك لما الجنجويد يرجعوا ويعملوا دفاعات ويعملوا غناص بعد ما وصلوا سنجة ووصلوا الدندب الآن بدوا يرجعوا ودائر لسه دائر اجل ويأجل ويأجل لحد ما ينجويد البر في المعسكرات يجيبونه وخشهم ودي الحقيقة اللي انا قلت لك قلت لك كان في حاجة البلد دي كان صاضي الآن البلد فاضي لا انا مش ازالنا سنين البيض القطين اطملت البيوت الجنب القطين اللي كانوا فيها ناس طلعون وجو ناس تاني الآن بدوا يجوا تاني راجعين الشغل ده ساي صدفة ما صدفة فيه غرار ممسوق غرار جنجويد انا ما بحتبره غرار عسكري ولا ضابط بتاع جيش الزول المسكر غرار ده والله جنجويد ولا عنده علاقة بين جيش لانه ده ما شغل بتاع الزول داير انتصير الآن انت حارس في نقطة الفترة الفاتحة دي يقول لها حارس شنو اللي اللي حارس شنو قمز حارس شنو الجنجويد لو فيه الناس دي ما دنيا كلها شايف والضباط كلهم رأيهم واحد انه يتقدم وكل الاستخبارات تعليماته وارحة انه ما في حاجة ليه الغرار مدخر السبب شنو انا سؤال ده بوجهه للحسين مباشرة انا سؤال ده بوجهه للحسين مباشرة الحسين مباشرة لقعت الغيادة ده انا بوجهه لسؤال ده السبب شنو انت ما شايف ذراء ولا عرف الحاصل شنو والناس كلها عارفين وانه الناس زين نسهم درمان يفتحوا الطريق وبهين يفتحوا الطريق والقصة منتهية انت بتأخر فيه ليه في شنو الماسك منه غيره ما في صور انت الماسك ومعاك الشام ومعاك الغرفة اللي ما عارفين جوه في منه هالغرفة دي جوه قاعدين فيها منه احنا ما عارفين القصة ما حريب القصة يا ما حريب انتتصرت وقوم بارك الله فيه القصة ما القصة انتهت لكن القصة الآن دارين خلاصة القصة دارين نمسح ننشر الارتكازات في ناس ماسكين القصة في ناس ماسكين وفي ناس بيحاسبو وفي ناس لما تعمل الحاجة وتطم بيحاسبو في حاجة غلط لو قلت لك ما في حاجة غلط تكون كذب لو قلت لك الناس ذات ما منتصرين علينا ولا حينتصروا علينا اليوم الدين الجيش دا بـ 3800 انتصر على 4060 الشايف حمدتي معاه ديل لما ديل ديل كانوا موزعين في السوق العربي وحوالينا الغيادة بيكيد تشتت الملح ما يقع في الوطن ما قدروا دخلوا جوه الغيادة العام جوه كيدا داسوا الغيادة انتصروا ما قدروا 3800 جندي سوداني من ضابط لجندي 3800 سوداني من ضابط لجندي ديل الجنجويد ما قدروا دخلوا جوه 4060 ما قدروا قاموا جهرين الجديد مننا واليوم شفت الجري من اول يوم من اول يوم الجري من اول يوم هون جاريين اجو الجنجويد ينتصر عليه بكيكل وبالبيشي والله يلا كان أنا مجنون وغسما بالله لو اصدق كلام زي ده يلا يكون مجنون مجنون عديد رسمي شعبي مجنون اصدق يجي البيشي وكيكل ينتصر عليه جيشنا جيشنا ينتصر عليه بيشي وكيكل وغسما بالله الجيش ده لو ما مكتف ومربط من الجنجويد الفوق وحاط الله زمان كبيشي والكيكل والميتين ابو كيكل كلهم كانوا دنيا زائله فدي الحقيقة الناس تعرفها لو انا قلت لك غير الكلام ده أنا أكون والله العظيم بهين في جيشي لو قلت لك إحنا ما قادرين أنا والله بكون بهين في جيشي لو قلت لك جيشنا ده ما بيقدر والله أنا أكون كضاء ومنافق لو قلت لك والله دي كده رجال النزل والله يكضب والله العظيم غيادة مكتف الناس غيادة تكتيف للناس. لا يجب عليهم حريتهم يتحركوا. لكن هذه المجنة للناس التي يمكن أن يجب عليهم. يا أخي الناس مثل أنا قالت لكم بتاع محمد سليمان. النغيب محمد سليمان. قال لك الغوة الصالبة حقتهم للناس الزماني كالمحترفين انتهوا. قال لك دخلنا الدوحة ثلاثة ساعات. نضفناها كلها وعندنا الدوحة دي عمارات ثلاثة ساعات. ده النغيبة في الميدان. ده في الميدان. بداوس الميدان. ده كلام الميدان. قال لك الناس زيل ما يهون الزمان. الناس زيل ما محترفين ولا عندهم حاجة. الناس زيل بيقوموا جارين. الناس القدام دي لك انتهينا منهم. الصالبة اللي بتقعد في الشارع تقعد لك شهر كامل عشان تمشيط شارع دي لينتهوا منهم الزمان. الغوات اللي السعدي دي غوات درباية وعشرين يوم عشرة يوم ولا من حواظنهم كله نجانب. الكلام ده ما كلامي أنا ما قاعد في الميدان. ده كلام النقيب محمد سليمان. أداك سبعة نقاط. قال لك دي نقاط للسخلصة. ترجع تقرأ الكلام ده في صفحتي. قال لك الغوة الصالبة بتاعته وننتهينا منها. الناس زيل قال لك في مدرمانة القديمة ثلاثة شهور عشان نصلين حتة محددة. ثلاثة شهور. الآن ثلاثة ساعات. الدوحة ثلاثة ساعات. والليلة في مبدأت تامنا والراشدين ما الشطوة ومبدأتهم عشين كاسحين. الناز زيل لا عندهم قوة ولا عندهم قوة مدربة. كلهم مصطنفرين وخريجين سيون. وأكتر هو مدربة عشرين يوم وفي ناس ولم دربين بس بضربوا. كلاش. يعني شنو؟ يعني الناس زيل ينتهوا. طيب الخلاصة شنو؟ الخلاصة أن كدت لو سديت المناطب تحت التحرك حقتهم. كسبت زمن؟ كسبت مواقع؟ خلال نازل ينتهوا. لكن يتم مديهم يقاعد الجيش وخليلي شفشافة حرامية. يخشوا من غرية لغرية. يخشوا ويسرقوا وانحبوا. الجيش كلهم يكونوا لهم في حتات ومانعوا يتحرك ومديهم مساحة يتحركوا فيها المستفيد من الشغول. ليه إحنا مديهم مساحة بتحركة مديهم وانغورة ثلاثين واربعين غرية الواحد يمشي وخش يسركينا يسركينا ونجيش بتاعي قاعد بالآلاف المؤلفة. أنا عندي آلافة تاتشارات لو فكت لي خمسمية تاتشار وراهم وغسما بالله العظيم وغسما بالله تنتهي منه الخمسمية تاتشار أديها تسليحة أديها حاجاتها وورى الناس دي المحل ما يمشون. القصة انتهت. كده القصة انتهت. لكن إنت يتطرونه وتقعد قبلك. يتخلونهم يمشوا ويأخذوا راحتهم ويجندوا تاني ويجيبوا سلاح تاني ويجوك راجعين. ده لي مصلحة منهم. أفيدونا يا ناس الجيش لو إحنا ما بنتكلم. أفيدونا قولنا والله كلامك غلط نحنا جيشنا ما بقدروا. الناس دي المقوى مننا أفيدونا. الناس دي المقوى الآن ما عندهم تاتشارات عندهم مواطر. زمانك عندهم السناي والرباعي وكسافة نيران الآن ما عندهم كلاشات. وأكثر سلاح عندهم دوشكا. لو المتحرك فيه أربعين عربية بتلقفون اثنين سناي وثلاثة رباعي وبس. وتلقوا حتى ما عندهم حاجة. كسافة نيران ما عندهم لأن زخيرتهم محدودة. بيستخدموا الطيران المسير. الطيران المسير ده بيستخدموه في الاستطلاع. يعني ما عندهم حاجة عشان احنا نخاف منهم ولا عندهم غوة ولا عندهم غيادة مدربة ومواحلة. عندهم واحد أمي مراسي ما عنده شرف ولا عنده أخلاق ولا عنده الدين ولا عنده أيمان. ابن حرام اسمه كيكل. ابن حرام اسمه كيكل. والتاني ابن قوادة اسمه البيشي. هالذين منتصروا على جيش عمره مية السنة؟ منتصروا على جيش عمره مية السنة؟ ما منتصروا. الناس المدربين ولا كانوا في حرب اليمن الجنجويد ولا كانوا مغاتلين وأخذوا دورات في السعودية. ما قدروا انتصروا على الجيش. 3.800 العساكر اللي بتاعنا الصائمين. اللي كانوا صائمين وذلك ما صائمين. وملا عندهم تسليح كافي ولا عندهم أي حاجة. ما قدروا انتصروا عليهم ودخلوا الغيادة جوها. لما نقول لك 40 ألف هاجموا لهم منطقة وما دخلوها معناتها. الناس دي قاعدين صلطة. الجيش بتاعنا انتصر انتصر. وده ما هو اللي انتصار. ده اللي انتصار الخمسة والثلاثين للجيش السوداني. لكن الغرار ما أخر. الغرار الساعلان بيدوا مساحة بتاعت الناس اللي ياخدوا خناديقون. ويكلمون الجيش بيجيكم به هنا. وبعدين هون اللي بيوجهه الجيش يقول له تمش بالحتة الفلانية. عشان يقابله جانجاويد ويعمل فيه خسائر عشان نرجع. ودي بيقى حقيقة. هس على الليلة الجيش لو يتحرك. لو ودوا التعليمات يتحرك. انا اتوقع عليك نهاية اليوم. تسمع جانجاويد السلمولون خمسة تاتشارات ستة تاتشارات. ليه؟ لانه الخطة بتكون مكشوفة مع من التحيط اللي يصويق. من الفوق الماسك الغرار. اللي بيوجهك انت تمش به هنا. واللي بيكون عارف تحركاتك. واللي بيوجه الجانجاويد بهناك. انه زول دا جايكم به هنا. اللي بيشي ليه خمسة تاتشارات يقدمن. ويخليه ينمشوا وسلموا للجانجاويد. ويخلي الغوة كلها واقفة. زي ما حصل في المحور بتاع الفاو. خمسة تاتشارات بتاع تستطلاع. مرقا. انت النازل داوسوهن. وخمسة وانت علافة تاتشارات. طالما ظهروا انت ما ممكن تمشي تلحق الناس زيد. ممكن. لكن لا. سلمون ليون عشان يرجعوه. بعد ما وصلوا بين؟ شبارقة. بعد ما وصلوا الحرقة. وصلوا هنا قريب. رجعوهم بالعملية بتحت البيع دي. خمسة تاتشارات. عشرة تاتشارات. والداليون. ودالك عارفين انهم. والمعلومة وصلت هنا. هيا انكم يلا رسلنا لكم فطور. هفطروا بيهم. استلمك استلمك. صوروا ليك كده. وقعدوا صوروا. وسألوا. والمعاملة كيف. والجيش هناك مردون. ما ذار الحك. ولا اي حاجة. كده خلاص. فشلوا ليك التحرك. الدالك تاني كام. ثلاثة شهور. ودال حيحصل تا. حيحصل. ليه؟ لان انا مش هدوقوا دامعيني. انا لو دار اهجم. كنت هجمت من هجوم على السنجة الليلة. انا تاني يوم هدمت هجمت الجزيرة. لان كلهم كانوا بهناك. انا كنت تاني يوم استلمت مدنه. لكن لا. اقعدوا. جاتهم تعليمات. مجرد ما هجموا علينا بهناك. جاءت تعليمات. المحاور كلها دقيقة. قسما بالله العظيم. مجرد ما هجموا على السنجة. طوالي جاءت تعليمات تانية. والمحاور التقييف. كما كنت. ليه؟ عشان يخلوا الجنجويدي ياخد الفزع. ويمشي له الفزع. وياخد راحته. والكلام ده قد. الان القصة بي قط واضحة. ولا دا يرزولي يحلل. ولا دا يرزولي يشرح. ولا دا يرزولي يقول. الان حصل حاجة تاني. الغرار بتاع الشعب. والغيادة بتحت الجيش يكون واضح وصريح. غرفة السيطرة دي كلها تضغير. أخذت وقتها. شكرا لكم بارك الله فيكم. يجبون لنا ضباط بنسق فيها. الغرار يكون عند الضباط. يكون عند الميدان. التغييم بتاع الوضع ذاته. يكون ذاتي عند الميدان. يكون بين المتحركات كلها التواصل. هنا يرتبوا وهجموا بتين. ويدخلوا بتين. السيطرة فوق لا يكون عند أي علم. نهاية. علم ما عندها نهاية. لانه ما في ذول المعلومات دي ما بتطلع إلا من السيطرة. احنا شاكين. ودي الحقيقة. لانه الناس بترفع المعلومات. والاستخبارات بترفع المعلومات. وما في حاجة. ما في شيء. ولا ذلك نضربه. طيارة تمشي للميرم تمشي تضرب. لا حفرة وتجي راجعة. طيارة تمشي الميرم لم يسوى لم السيناك. ما ضربت. ما ضربت تم السيناك ما ضربت. متجمعين وقعدين والله ما ضربت. ما ضربت. وصلت للميرم وما ضربت. في شنو في مشكلة. خلاص يبقى الحل الواضح. غيانات المتحركات. الغيادة تكون ذاتية. زي المشتركة دي. غيادة ذاتية. ما يلا تجيك من السيطرة تمشي. ولا ترفع عليك تعليمات. انه احنا تحركنا بالحتة الفلانية. دانا اللي بعرفه. لانه احنا المزالة بيقى اكبر من معلومة بتاعة خاين. ده ما خاين. ده ما قصة خاين واحد قاعد في حتة ووصل معلومة. خاين ده ممكن تلقى في الليلة بلق بكرة له. مستحيل ما يتعرف. لكن دي قصة التحركات ما الليلة. ده مين بدأت الحريب؟ المتحركات مضروبة. اي متحرك يتحرك من حتة مضروب. اي متحرك يتحرك من منطقة. منه. منه اللي يضرب المتحركات. منه اللي كان عارف هو متحرك قائمة الساعة اثنين صباحا. منه. يا هل غيادة والسيطرة. كهرباء قاطعة. شبكة قاطعة. موية قاطعة. ضرام. وحارسنهم في الحتة ذاتها. هل جاين دخلين به. موية قاطعة. والله إذا لو ذول مشخة. لو منه ذلك لا يعلم بالكلام ذلك. إلا ذول الدون المعلومة. لأنه شبكة من الجنود قاطعينها. والشبكة من القاطعينها. ولولا الضباط الصغار. كان المتحرك كله أسره. لكن وقفوا النقبة. ووقفوا الدباط الصغار. حافظوا على المتحرك حقه. وقاطعوا بهم درمان. وقاطعوا بهم درمان. ودي الحقيقة. معناتها في حاجة فوق قدر. الآن بيأخروا. والناس عارسين. والمفروض يحصل زمانك بحري دي ستة مرات. قالوا ان انزلوا. ولا جايبين خبر. وقعدين نايمين انزلوا بحري. والله عافظوا بستجيب. انزلوا بحري حر. ولا شغالين بالفارغة. كلمون زمانك ولا شغالين. يوم نزلوا بحري. ولمن خلاص بحري ماشي. فجأة كده اللواء. ها راح راح. ارجعوا ارجعوا. ارجعوا. ده طلقة في الراس طوال قدام الناس. تاني في اللواء بخون. لكن خدت اللينا اللواء. في الحج زمانه. بنحقك. ناس دخلت بحري. وناس استولدت على مناطق كثيرة. وناس شادت كل الغناصين في الطريق. وقدرت تدعامل معاون. وسيطرت على بحري. وسيطرت على مناطق كثيرة. ترجع. قالوا ارجعوا. ونخدته عشان نزلوا. ونزل منه. طلقة في راسه طوالي. ودي لي الله. عشان تاني ما في زولي. لكن خدتوا في السجن. بعد بكرة. مستحيل. عشان كده نحن بنقوله لناس. الشغل بيقة الناس اللي يستشهدوا دي الأخوانكونا الضبان. أي تفريد في حقوق الضابط والجندي ده. انت بتكون خاين. خليك انت ما عندك دعوة اللي عندك دعوة. انت خاين. الحاجة الصحة قولوها. والحاجة الغلط ما تعملوها. ده وطن أكبر من برهان. واكبر من كباشو. واكبر من أبو أم الحسين. ده وطن حقنا. وطن ده لو قعدنا تفرجنا فيه بضيعه. ده الناس عندها فلل عندها قصور عندها أي حاجة. احنا ما عندنا أي حاجة. ده الناس ما بنعرفون ذاتهم احنا. وقسما بالله ما بنعرفون. قسما بالله ما بنعرفون نهاية. شفناه انفجار. يا ابو اللي انفجار. زول جابوا بحاطي. فيه خير؟ زول جابوا بحاطي ده فيه خير؟ والله ما فيه خير. أي زول جابوا بحاطي؟ والله ما فيه خير. عشان كده أنا بقول للضباط إحنا قاعدين وحارسين وإحنا قلنا لكم هدو كلامنا قلنا لكم الشغلة حتداخر وحتداخر ومجرد ما ديلك استعدوا في كلكم اللجام يوم في كل اللجام حتحصل حاجة كارسة تحصل كارسة حيرجعوكم تاني حصل الكلام ده تاني ما بنزالكم غسما بالله تاني ما بنزالكم ولا بناقول لكم لأنه بعد كده فيك تشغل بايخا فيك تشغل واضحة وضح من عين الشمس الناس زي كانوا ماتيشين كله كله نهاية الجزيرة دي فاضية مدني خلق ما في أي حاجة الآن بدوا يرجعوا وبدوا يقعدوا والغناصين بدوا ينتشروا ومناطق كثيرة الغناصين وفي شرق سنار في غرب بيهينة بتاعت سنار الحدود بتاعت الجزيرة بدوا ينتشروا منا مصر لسروا لنا رسال من هك قال لنا الجماعة رجعوا وبدوا يجيبوا الغناصين يعني بدوا يستعدوا في معلومة أنه الجيش حيتقدم أنا قلت عليك قبل ما يتقدم الجيش الآن الناس زي هل حفروا الخنادق والآن الغناصين النيل البيض كله انتشروا غناصين ليه عندهم معلومة عندهم معلومة الناس زي هل حضروا ليكم عندكم موعدة هل أنت الغوة الغوة وشيلوا الغيادة ولا تفقوا على الغيادة ذاتية وأعملوا هجوبكم بدون ما تتكلموا الغرفة تحت السيطرة ده أنا اللي بعرفوا تكلمتوا غرفة السيطرة الناس زي هل بيكونوا قاعدين لكم حرسينكم حتى لو ثلاثة غناصين ممكن انتهوا لكم من نص متحرك ثلاثة غناصين ممكن يدمر لكم متحرككم ودي الحاجة الحاصلة الآن بيقى تحاصلة بيقى تواضحة يعني أنا ما بقود أفكر أقعد أخالف قدام عيني أنا شايف حاجة قدام عيني الناس زي لما الهجوب بتاع سينجا بأضعف وقت لأنه لم يناسب كلهم ودوهم جبل موية ودوهم المناطق ديكوا سينجا ودين ديك أنا هنا لو فعلا همي وطن وهمي وبفهم عسكرية وعندي سنة أولى درستها في كلية الحربية ورفضوني بكون فاهم أنه الآن أضعف مناطق أني أنا هاجم عليهم الآن الناس زي ساقوا كل ناسهم ما خلوزون لا لا بالعكس لجي العكس الطوالي وقفوا المتحركات متحرك الغربي وقف متحرك الفاو وقف متحركات كلها وقفت ليه ما معروف السبب فجأ كده فجأ كده وقفوا المتحركات بدون أي سبب معناته شنو؟ معناته شغل مرتب شغل مرتب الآن الجنجاويد بدوا يرجعوا وهنا دير بيضغطوا والله في ضباط بيضغطوا وبتكلموا زي كلامي دا اليوم والله العظيم الكلام دا حاصل والغيادة وقفة لي فحمل أقول لك الكضب واللادس منك أنا بقول لك الحقيقة بتكلموا نفسي كلامي دا وأكتر منه الآن بيضغطوا وبعد شوية نمن ديلك يأخذوا مواقع حيتفكت هنا لكن غسما بالله العظيم الحسين ويا خالد الشام ويا الناس الجوة وغسما بالله يخلوا كلام برهان وخلوا كلام كباش وخلوا كلامية حاجة غسما بربين الذي خلقني تحصل حاجة عربية ساي استليما ينجويدي بنحملك ونتم المسؤولين عربية بس سايك من أولا كمين خلي خمسة ستة عربية من أولا جنجويدي في مكان بنحملكم اتنو المسؤولين ولا بنلف ولا عربية تطلع معلومة عربية تنقبض ولا يجيبوا صورة عن جنجويدي ماسكليون عربات ويش غسما بالله بنحملكم المسؤولين تامة والله العظيم نحملكم لا تامة تامة لأنه بعد كده بقت واضحة فوتنا مرة مرتين عشر مية خلاص الآن احنا في المرحلة الأخيرة الجنجويدي انتهوا ولا عندهم حاجة الناس في الأرض نغبة وضباط كلهم عارفين شايفين بعينهم ما في جنجويدي ما في جنجويدي شايفين بعينهم شايفين هذا هو ما فيه ما فيه بحر ثلاث ساعات قالوا بنسلمكم البلد بحر دي فاضية كانت فاضية خلق خلق ما فيه أي حاجة خلاص الموضوع انتهى تاني حصل حاجة بالنزال كنتوا بالدغري وبالواضح والكلام ده بيقولوا دول لايف مسجل اليوم ستاشر ستاشر سبع الفين أربعة وعشرين عشان تكونوا عارفين لأنه الشغلة بقت واضحة ما في جنجويدي الآن الجنجويدي بدوا يرجعوا مناطقهم وبضوا يرجعوا غناصين نون وجاتنا المعلومات وعندنا الرسائل من المناطق ذاتها أولاد المناطق برسول إلينا الناس ذلك كانوا ما فيه شيء لكن السيجو والغناصين طلعوا المساجد فوق وطلعوا الظاهر فيه هجوم بتاعي هون ذاتهم عارفين الشباب ذاتهم بدوا يعرفون الشباب ذاتهم بدوا يعرفون عشان الناس تكون عارفة ما يقول لك الكلام ده كلنا عارفين الآن احنا قاعدين حاسين يا حلنا جزري شغلت حل الجزري يا الرهيفة تنقدى ما تتلتك ليه ومالله ليه ومالله ما تتلتك احنا القصة انتم بتمشوا لكن الشعب دبي بيشوين احنا صفرنا على اي حاجة اي حاجة صفرنا عليها الزلة واللهانة وطر الدول العديل السودان دبيق زي الحاجة الكعبخ ناس صابرة على اي حاجة صابرة جوع دبيق آخر حاجة ولا شغل المخترب ده قسما بالله يجيع عنه المخترب البر ده قسما بالله يجيع عنه زمانك بصرف الآن بصرف على ايجار بره وبيصرف على قيامه ولا عنده حاجة بيقى شغال عبارة عن ساقية بقرة بتاع الساقية تور لا في كده ما في زول ما تعب في شعب السوداني ولو المختربين دي المشو وهناي الناس اللي قاعدين هناك والله إلا يبيعوا شرقهم هل في ناس بيتتكلم بيقول لك النيل ماسكين الآن ماسكين 13 14 15 الف لاجئ لينازح ماسكين وسر والبلد ما فيها وجبريل بهناك شادية يزيد بس يزيد 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 مما مسك البلد ما يوم من اليوم قم نجينا حاجة بس قاعد يزيد 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 أي حاجة يزيد زيد طلعوا ميتين أبو أم حاجة يسوني اختصاد طلع ميتين أم أبو أي حاجة يسوني اختصاد دمر أي حاجة وخليناك لسا وجبريل زيد 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 ويتفرجوا عائن والشعب هنا قاعد مستحملا الشعب ونشكر الشعب السوداني أنه استحمل ونشكر يا أخي أشكر الشعب السودان إذا أدي غرارات في حقه أشكر الشعب السودان إذا أعمل له غرار واحد يعيش أدو حق المجال بتاع اللوكسجين أدو مجال النفس أدو أي حاجة أعملوا ليه حاجة كويسة ساي بس أشكره وقفته 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 ما تطلع له ميتينه جيب لنا وزير مالية بحجم وطن أعمل لنا غرارات تساعد المواطن المسكين اللي هو آقف ويقول جيشهم واحد شعبهم واحد برغم الجوع برغم التهجير برغم الاختصابات برغم أي حاجة أعينوا أعينوا ما تشكره ساي شكور 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 أعينوا بدل ترفع الدولار أخفض أعمل له نسبة أدعمه في سلعه أعمل له سلع أدعم أدعم المواطن عشان لكن تجي بس نشكر 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 بس هاي كده ساي انت تقبض راتبك وراتب راتبك وراتب ميتينك ودخانك وعرقيك ومرستك والشعب ميتين وطالع وانت قاعدين يدكم في موة باردة تسافروا كل يومين ثلاثة شوكوك ما أجر أولادكم مصاريفهم ماشا مليارات ماشا يأكلوا واشربوا وعايشين وأولاد الناس ما لاقين الواحد يفطر يفطر الشعب ده ما مفروض يتغيّم ما مفروض يتغيّم ما مفروض مفروض يتغيّم مفروض تدعمه تدعم له سبعة سلع استيراتية تدعمه تجيبه له تدعه ليه ليه؟ لأنه استاهل استاهل الناس ده صبرت صبر صبر شعب السوداني ما في شعوب الأرض صبرت شعوب الأرض دي كلها زي صبر الشعب السوداني ما حصل وكله أملوا ليه؟ عشان ما يكسر ظهر جيشه لأنه عارف الجيش دولة لكن في ناس بيستغلوا الغيادات فاسدة غيادات فاسدة بتستغل الكلام ده في غيادات فاسدة بتستغل الكلام ده بس على أنه الشعب ده واعي وما دارك بس بيستغل الكلام ده وبنسرق وبنعب وبشتري في الشقق وبشتري في العمارات وفاكر الشعب غبي مفروض الغيادة تسهل للمواطن تدعم المواطن تخلي يأكل ويشرب ما طلب منكم معجزة ما طلب منكم ندعم المواطن زي ما المواطن داعم بلده وزي ما المواطن فاهم وواقف معاكم مواطن ده لو تخلى عنكم يوم واحد وحاط الله يمسحوكم قاسما بالربي الله خلقني يمسحوكم مسح كده من على الكرة الأرضية زي ما عملوا في الغزافي لو المواطن دا يوم واحد رفع يده كده والله تتمسحو كده تتمسحو عديل حشان كده المواطن دا دعموا أقيفوا معا أخفضوا ليه ما دارهم مدارس ولا جامعات الناس مستنفرين أولاد الجامعات كلهم شاهلين سلاح حرسين أهالهم تدار تقربين أولادكم أولادكم يقروا وأولادكم يقروا وخشوا ويتعالجوا وأولاد الناس بكافحوا شاهلين سلاح دادي يقعدوا بس يدافعوا البلد ما فيها مدرسة تفتح ولا فيها جامعة تفتح كل الناس مستنفر تعب عام عشان الوطن يجي بعد ما وطن منحوق الدراسة الدراسة اجابت لنا العلاق والعلاق ذاتها ما دارين الناس قام 5 سنة، نفع filament لنا اجامك ادعم المواطن يا جبرين ادعم المواطن وطنب teens povo لدي المواطن ان اليك الظفور خفظ المواطن دولار عندما تخفى الدولار زولة الناس قد يخفج حتى يخallah المواطن وقلت فخرف ذهر المواطن الدولار أن يجعل table عشان كده نحن ما داير انكم انكم تكونوا فوق انت عندك حركتك البس كاكيك وانزل معاها انا دل بشوفه لانا كجبريل هنا في الاقتصاد ما عندك علامة ما عندك علاقة بالاقتصاد ولا عندك علاقة با اي حاجة احترامنا لك وقفت ودور وطني وما قصرته لكن الاختصاد ده خليلي ناسو اللي يشتغلوا فيه انزل خش السياري خش السياري البس بدلتك وقعد اجتمع وغرر وسوف نخصص وسوف والبس وخش مكتب والكاميرا الباري لكن اقتصاد ما عندكم في حاجة احنا عانينا الشعبي تعبان الشعبي هنه تعبانين بنصبر فيه ونصبر تعبانين الناس وجبة واحدة ما قادرة تاكل ربع وجبة ما قادرة تاكلها بدر تخفض دولار دخل السلع الاستراتيجية بدون جماري اي سلعة استراتيجية هم دخل بدون جماري دعينه على دديك justice ستعمل سياسات يا جبريل عشان الشعبي يعيش لذا عدم سياسات وميكين الشعب يعيش. السلعة الاستراتيجية ما تعملها جمالك نهاية. أحفية من الجمال. شجع التجار. قلوهم جيبوا الحاجات بدون محفي. بس خطوا فايدة بسيطة. عشان المواطن المسكين الميتين أبو طالع. لكن تزيد الدولار وتضحك وتتنيف وتتخل يدك في نخرتك وتنخس. يا اخ ميت. ما في شنو؟ احنا والله العظيم قريفنا. غسما بالله قريفنا. قريفنا عديل. جيبوا لنا ذول بفهم. جيبوا لنا ذول بفهم. خطوا لنا ذول بفهم. اختصاد يراعي لشعب السوداني. شعب السوداني الآن يعاني الناس كلها معسكرات نازحين لا جين ما لاقين سلعة. أنا بزيد لهم الغيمة المضافة ولا بزيد لهم الدولار الجمركي ولا بشيلوا نهاية سبعة سلعة. أقول لهم كده وكده وكده. وكده وكده وكده. بدون جماري. يلا ورونا شطاراتكم. أكلوا الشعب. قسما بالله شعبي ياكل. من ضمن الدقيق. من ضمن العدس. من ضمن الحاجات دخال الشعبي ياكل. كده بتدد شعبي وبيقول الشعبي تمام. لكن رفع الدولار الجملة كده رفحته ليهم وبشيلوا بخده وين? في المسكين ده. تبتشيلوا منه بهنا بخده لنا فيه ضحرنا نحن. احنا ضحرنا ناقص شين? احنا ضحرنا شاله هين? احنا ضحرنا هين انكسر انكسر والله ظهر الحمار انكسر. كله بس ظهر المواطن ظهر المواطن ظهر المواطن ظهر المواطن يجب من وين؟ يتوقع المواطن بجب من وين؟ الساعة له 500 مليون حاجة يجب من وين المواطن؟ الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية.